السلام عليكم ورحمة الله اتمنى تكونوا باخر وعلى خير و بصحة جيدة اليوم جيت نشارك معكم صباغة طبيعية للشعر باللون الاشقر الذهبي كنصبوه كاين في الصباغات الكيماوية بكترة الا اننا الان غادي ندروا بصباغة طبيعية اللي حتى لو بغايت يتكريها و تدريها مرة اخرى ما غاديش يحرق لك الشعر و غادي تكون مواد كلها طبيعية نبدو بهاد المكوه الاول اللي هو البابونج غادي نخد جوج ديال الملاعق هكدا مملوءة كبيرة هاد الصباغرة هاد جدا رائعة بالنسبة للشعر كيف ما قلت لكم كتعطيه واحد اللون زوين بزاف و خصوصا السيدات اللي كيبغوي يديرو الشعر ديالهم هكدا باللون الاشقر في هاد بفصل ديال الصيف كيجي اللون الاشقر كيجي رائع بالنسبة للبنات والسيدات و حتى كدلك بالنسبة للسيدات في المنزل ديالهم اللي كدر فلرة حتى هي يعجبها شعرها اللي درته بالاشقر من بعد غادي نضيف جوج ديال ملاعق ديال خلط تفاح أنا مغربتش هاد البابونج غادي نضيف جوج ديال ملاعق ديال خلط تفاح جوج ديال ملاعق ديال بابونج اللي مطحون باش يتلقنا بسرعة جوج ديال ملاعق ديال خلط تفاح ضروري اللي مكنش عندك تديري الخل الابيض او الخل العادي من بعد غادي نخوض هاكده آنية اخرى اللي غادي ندرو فيها المرحلة التانية او المرحلة اللي كتبها المرحلة الاولى هنا غادي نخوض بيضة ومن الاحسن تكون عندي بيضة بلدية الى ما كانش عندي ندير البيض العادي اما البيضة البلدية رها زوينة بالنسبة للبشرة كتكون زوينة وبالنسبة كما كتعرفو احتل الشعار واحتل اكرر البيض البلدية هو كيكون احسن من بعد غادي نضيف واحد الخنيشة ديال القهوة سريع الدوابان او الملعقة سوف نحاول وباش نخلط مزيان نخلط هاد البيضة فرق تلك البلدية كاملة ما بغيتش نضيف عندي غير بيضة بلدية ما بغيتش نضيف تخلطها ما بين بيضة عادية منصفوا علي إذا كان لديكم البيض البلدي أو البيض العادي هل يقوم لدي الجوج ديال المح من الاحسنة اذا كان لديك اكثر انا هنه دارت عندي غير وحدة نضيف البيضة كاملة الأبيض والأصفل نخلط حتى يدوب حتى يدوب القهوة سريعة الدوبة عندها واحد دور كبير الشعر لا يبقى جاف بزاف و تحارب القشرة يضرها بزاف من بعد نضيف صابول البلدي صابول البلدي لبنات اللي يقولوا بأنه راه موضير للشعر لهذه الكمية راه غير ملعقة واحدة كبيرة وصابول البلدي راه ماشي موضير للشعر نهائيا إلا كان شعرك داك المجاعد الجيكس اللي مكيبغيش حتيت تفكلك في المشيط وخا تكون يدهنه يعني كتدهنيه بالزيت وذك شي كان شعر اللي كتدهنيه بالزيت وانا عندي تاهد تجربة لأنه كان صابول البنات شعر دياله كتجيني واحدة بغت غير تقطع من الصعب أنك تدخل حتى المشطة في شعر دياله كتتضري باش تديري شي دي ميلور وديري في الماء وديري في حد الباب وطرش شي اللي بقيت مشطي هاد البنات اللي عندهم هاد الشعر فشيكونوا بغي يوصلوا شعرهم دائما ولو ما تديرتها شي وصفة هكذا راسها شعر دياله تبلو بشوية ديال الماء ودهنه بالصابول البلدي من بعد ما خلط هاد المكونات كاملين غادي نجيو الزيت بغينا هنه نضيفوا الزيت اي نوع ديال الزيت ومن الاحسن يكون زيت الزيتون انا كيما كتشوفوا عندي هاد الزيت انا دايرا في المنزيل راه وصفة فت اللي درتها معاكم لتغطية الشي انا غادي نخوض منه جوج ديال ملاعق كبار إلا ما عندكش خوضي إلا كان عندك زيت الكوك ديري جوج ديال ملاعق ولا ثلاثة ديال زيت الكوك من الاحسن ثلاثة وإلا ما عندكش ديري جوج ديال ملاعق ديال زيتون عندك زيت الكوك وبغيتي ديري زيت الكوك تيوافق لك اكثر ديال ثلاثة ديال ملاعق ديال زيت الكوك من بعد غدا نخليط هاد المكونات شفتو اي مكوين لان هاد الوصفة رائعة ركت اعطينا شوفوها البنات من الاحسن تدير هاد الوصفة نضيف الكوركوم نضيف الكوركوم اللي يكون عود ما كتشريه شي هو مطحون ولا حتى كتوقفي عليه كتختاريه وقفي عند مول التوابير اختاري العود وعطاهي ليه طحنو وجيبه وغرب ليه البنات اللي ما كيغربلوش الكوركم ولا سكينجبير في المنزل بالنسبة للأكل بالنسبة اللي هنا يغربلو هاد الخرقوم او الكوركم هنقدرت قيمة ملعقة كبيرة مملوقة رانضفت غير شوية باش تكون عندي الملعقة مملوقة وغادي نخلط هاد المكونات كلهم قلت لكم راح الصباغة جدا رائعة اللون الأشقر خصوصا لكان اللون فاتح ماشي أسود اما لكان شعر ديالك أسود ارا خاصك تدري على الاقل جوز ديال المرات انا كان هدر على الشعر لكي يكون عادي يبوني فاتح في الشيب هكذا كتعطينا اللون الأشقر ولكن لازم يكون هاد مكونات كاملين وبها الطريقة من بعد غادي نضيفوا حلياور الطابعي انا هاد هاد السباغة راها غادي لشعر هاد الكمية لشعر طويل لشعر طويل وقوي شوية ماشي خفيف غادي نخلط هاد المكونات كاملين حاولي باش تخلطي ولا تدري في شي غيسي بيون شي آنية اللي تكون كبر اكتر باش تساعدك انك هاد المكونات كلهم تحركيهم يمتازجوا مع بعضياتهم ومن الاحسن الياورت اللي تدريه ما يكونش في التلاجة تكوني خرجتي شوية انا هنا الياورت اللي درت او الياورت اراها كان في التلاجة ورغم دالك غادي نعطي شوية ديال الوقت غادي نخلطه مزيان غادي تشوفو غادي يولي اه يولي جسم واحد يعني هكذا انا قطعت حتى خلطته زيان كيولي على هاد الشكل وباقي غادي نضيفو غادي نضيفو مكونات اخرى وغادي نقوم نخلطه من بعد وراء بودما نضيفو مكونات المكونات لانكم انتوما ما كانت تحملوش ولكن واحد الملعقة من هاد المكونات هي السبب او هي العامل الرئيسي اللي غادي يخلي هاد الصباغة تشدلينا المكونات كلهم غايتعاونوا مع بعضياتهم الخلدي التفاح اللي درناه في البابونج وهاد المكونات يكون تسعود في المياه ماشي 6 في المياه ماشي ديال بشرة تسعود في المياه هاد المكونات هو اللي غادي يخلي هاد الصباغة تشد مزيان في الشعر وتعطينا نتيجة من الاستعمال الاول اللي بنات را ما غاديش يخصر الشعر المكونات اللي كيخصر الشعر هو الغبرة ديال هاد ديال هاد ديكباج الغبرة دياله هي اللي كت اللي كتت تحرق لنا الشعر وهنا كيما كتشوفو نحن نضيف البيض و الياهورت و الزيت لا تخافوش نهائيا من الملعقة ديال الوكسيدون اللي ضفنا من بعد هاد المكونات هنجل المكوه الاول اللي درت فيه الخل ديال التفاح و درت فيه البابونج بغيت المكونات ديال البابونج كلهم يكونوا فاقوا مع الخل ديال التفاح غادي يتلقوا مزيان خلي التفاح غادي يخليه غادي يتلقوا مزيان و غادي نحصلوا على بحل الخل ديال البابونج الخل ديال البابونج مكونات بجوج بهم باش غايتلاقا و غادي يعطيونا واحد المفعول جد رائع هنا ضفت ملعقة ديال الماء اللي تكون غالية يعني نديرها فوق الناحطة توصل لدرجة الغاليين و غادي نخلطها مع هاد البابونج اللي درت فيه خل التفاح باش نصفي هاد البابونج اللي عندي وهنا يبقوا عندي غير المكونات الاساسية اللي في البابونج ما بغي تشتغط خل التفاح و ديال الملعقة ديال الماء باش تسهل انه انني يكون عندي سائل هكذا كان برك على هاد البابونج بالقفة ديال الملعقة البنات هاد الوصفة غير ديروها جربوها راه جيد 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 هاد المكونات كاملين قدلكم بان ديكاب باش ديال المادية اللي ورا ما كيخسروا له و كيخليها كتستقمل الاستعمال اول يعني اوليو فعوض ما تديري للصباغة الكيموية اللي غدوز واحد المودة غديتبان في المرة الاولى و غديتوز واحد المودة في شعرك ولكن كله فالاخر غدي بدا يتقرد خصوصا اللي كي اللي كيديرو ديبخوضوا بزاف كيديرو السوشوار كيديرو راه من الاحسن انك تديري هاد الملعقة ديال 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 اوكسيدون و تدير معها هاد المكونات اللي اغلبيتها طبيعية و تديري هالشعرك ما غدتخافي والو ما غي تقرد ما غير ما تديريش لغوبرة ديال ديكاب باج من بعد ما خلطنا هاد المكونات كاملين كنحصلوا على هاد السباغة الطبيعية اللي هي جدا رائعة نوضوها البنات مكونات كلهم ساهلين حتى الما ديال ديكاب باج كنصيبوك يتبع غير عند ملحانوت نوضوها البنات و ديروها البنات اللي بغت اللي بغت ماشي الكل شي اللي بغت انها تدير هاد لو الأشقر الدهابي ده با كان عارفوه وقت البحار البنات الصغارات اللي كيبغوا يكون شعر ديالهم أشقار و الوقت ديال الصيف هاد الأشقار تيجي رائع بساف بالنسبة للشعر يديروها و كيف ما قدلكم حتى المرأة ديرها في الدار لا مانع أن الإنسان المرأة وخا تكون كبيرة شوية فلاج نديرها في الدار فاش تبغي تخرج كنتم التعغير هي بهادك اللويون فاش كنتبغي تخرج الزنقرة كتدير فولارا ديالها وصفة جد رائعان نديرو هالشعر من الفروة ديال الرأس نديرها في الفروة ديال الرأس ديالك في الجذورة ديال الشعر ولو يكون شيب كيتغطى و كان عارفه بشيب تيكون بيض و لقري كيشد فيها الأشقار هو الأول و بداك الوكسيدون بخلطه بفاح والبابون جراح تيشد حتى في الشعر اللي تيكون بني أو عادي اشعر كامل و اشعر بالطول ديال الشعر و اشعر بالرأس ديال الشعر ديالك و كتخليها وحد المدة طويلة اللي تقدر توصل حتى الخمسة تسواه ولكن الطريقة اللي كنديرو هادي مع ديري الوكسيدون كل واحدة و اللي و اللي بغات فاش كاتمشي للصالون وكتديري لي ماش كتبقى الكوافورة كتطليك على الشعر ديالك شخطرة خطرة كتدوز واحد لوقيت وكتطليك على الشعر ديالك حتى بالنسبة لهاد الصباغة ادوزي واحد جسوع وطلي على الشعر ديالك وشوفي اللون اللي بغيت انتي توصليليه فاش توصليليه سيري غسليها فاش كتديريها لشعرك كتلويغليها لفيلم أنيمونتر دائما را مكنش حاجة اللي غادي تكون خاطرة في الشعر ديالك باش انتي مديريش فيلم أليمونتر لا وضروري ضروري من الفيلم أليمونتر ومن بعد واحدة تدرة وخليها كيف ما قلتليك واحد المدة طويلة اللي تقدر توصل ما بين ثلاثة سوية حتى الخمسة ديالسوية وانتي خطر تطليح على الشعر ديالك امتى غادي تتوقف هاد الصباغة فاش غدا تمشي تخوعلي هالما يعني راه إيلا كنتي بغي واحد اللون وطولتي واحد المدة ديال الشعر بزف را يقدر يخرج لك اللون أشقر بزفزفزف وصفة جدا رائعة ديروها البنات وجربوها وكيف ما تنقول لكم دائما لما كنتيش تيقف واحد الوصفة ولما عرفت الشعر ديالك وش غا تخرج فيه لما تخرج فيه هاد شي دير من واحدة كمية صغيرة وديرها في واحد الخصلة حتى تكون مخزونة في الشعر ديالك فتح الشعر ديالك من الوسط وديرها واحد الخصلة وخلي هالوقت اللي انتي بغيتي حتى تشوفوا يدعمه واحد الوقت طويل حتى تقلب فيها حتى يلي عجباتك فاديك الساعة فاش غا تيعجبك ذاك اللويون ونضي ديري هالشعر كامل ولح تقع خلطي الكيمية كاملة وفي الاخير خفتي ديريها فواحد الخصلة وشوفوا النتيجة ومن بعد ديري هالشعر ديالك كامل اللي عجبتك النتيجة وصفة جدا رائعة عن تجربة نتمنى انكم تديروها وتردو علي في التعاليق وديروا لي لايكات وتشجعوني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته